تعد العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية انعكاساً قوياً لمتانة العلاقات السياسية بين البلدين وتعكس المؤشرات الاقتصادية هذا بوضوح ومصر هي ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالية تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى 7 مليارات و 500 مليون دولار فيما تأتي السعودية كثاني أكبر مستثمر في مصر استثمارات تجاوزت الكثير والكثير العلاقات المصرية السعودية شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري والأرقام تتحدث عن قوة المصالح المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين منذ الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر في عام 2016 تمخض عنها تطوير آليات التعاون وتأثيرها في اتفاقيات جديدة بين البلدين ليرتفع عدد الاتفاقيات المبرمى لأكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكولاً وذلك في مختلف المجالات كما أسفرت الزيارة عن إبرامي 17 اتفاقية شكلت خارطة طريق للتعاون الاقتصادي بين البلدين وخلال السنوات الماضية ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين وحقق أرقاماً تصعودية كما حافظت المملكة على موقعها بين أكبر الدول المستثمرة في مصر وهو الأمر الذي حقق منافع مشتركة لكل البلدين وبالتزامن مع ذلك يقوم الصندوق السعودي للتنمية منذ سنوات بتقديم منح وقروض لتنفيذ مشروعات تنموية في عدة محافظات مصرية وفي الوقت نفسه تستقبل السوق السعودي سنوياً ألاف الأطنان من السلع الغذائية والزراعية والصناعية المصرية وفي هذا الإطار تأتي مصر في المركز الثاني عشر ضمن قائمة الدول المصدرة للمملكة العربية السعودية كما جاء ترتيب مصر في المركز الحادي عشر ضمن قائمة أكبر الدول المستوردة من المملكة العربية السعودية بينما احتلت السعودية المرتبة الأولى كأكبر سوق خارجية مستوردة للحاصلات الزراعية المصرية خلال الموسم التصديرية 2018-2019 بقيمة بلغت 249 مليون دولار أمريكي لتتوالى محطات التعاون وتعميق العلاقات لنموذج عربي يستحق الإشادة والتقدير